بارح تلعب ماتش في المجموعة الأولى ما بين السنغال وهولندا فازت هولندا بهدفين شايف مواقف المجموعة الأولى عمل إزاي وخصوصاً دي مجموعة قطر البلد المضيف هل السنغال عندها فرص أخرى في الصعود؟ طبيعي يعني أكيد دي لسه أول جولة يعني في دور المجموعات لسه طبعاً بادري لكن أنا شايف أن بداية قطر كانت مهزوزة جداً في المباراة الفتاحية طبعاً ملعبها واستجمهورها قدام منتخب الإكوادور اللي طبعاً قدم مباراة كبيرة وإدريكسا باثنين وقدم كمان مستوى كويس جداً في المباراة الفتاحية لكاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين يمكن لسه السنغال طبعاً يعني خسرت إمبارح من هولندا اتنين سفر لكن لسه طبعاً عندها مطشين يعني في المجموعة لكن أنا شايف أن الأقرب طبعاً في هذه المجموعة هو صعود هولندا والإكوادور بعد طبعاً الأول انتصارين في الدور الأول غياب ساد يوماني أثر إمبارح بشكل كبير على السنغال لما كان فيه هجمات خطيرة أمام المنتخب الهولندا أكيد طبعاً يعني ساد يوماني واحد من أفضل لعيب العالم ووصيف أفضلها في العالم الكرة الزهبية البالوندور بعد ما حدى كريم بنزيمة لنجم المنتخب فرنسا فساد يوماني هو قوة عزمة في منتخب السنغال وإصابته قبل ساعات من البطولة طبعاً ضربة كبيرة لمنتخب السنغال وأثر طبعاً على أدامهم في مبارات مبارح وطبعاً هيفتقدوا طول مشهورهم في البطولة